السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا في فيديو جديد. في هذا الفيديو سوف نرى تحليل اداء. اللاعب عبدالصمت زلزولي مع ناديه بارشونا. طب لم يلعب اساسي ولم يلعب وقت كافي لاز امكانياته. لكن نعرف ان اللاعب جيد دوق امكانيات عالية من الناحية الهجومية طبعا والمروغات. لنبدأ على بركة الله في هذا الفيديو. لا تنسى الاشتراك وليك للفيديو. اه في مبارة بين بارشونا والسلطة بيجو. شاهدنا دخول عبدالصمت الزلزولي في الدقيقة الثامنة والسبعون. لعب اثناش دقيقة بالتمام والكمال اه امكانيات عالية للعب له مستقبل رائع لمع المنتخب الوطني المغربي ان شاء الله والمنتخب وناديه بارشونا في باقي المباريات امكانيات رائعة. شاهدنا عندما يستلم كورا يتقدم الى الامام بكل جرأة. يتقدم اه يبرز على امكانيات عالمية ورائعة من مراوغات اه تمريلات الى زملائه. طبعا كما قلت عندما يستلم الكورا يتقدم الى الامام وليس بان يرجع الكورا الى الخلف وهذا يعطي شأن اللاعب لانه يصبح ويتطور اه مع المزيد من الدقائق مع ناديه بارشونا الاول بارشونا بي. طبعا اه نتمنى ان يستمر في التوجه مع بارشونا الاول واحطاء مزيد من الدقائق لللاعب المغربي في باقي المباريات في الدوري الاسباني ودوري افضل اوروبا لمالا. اه كما قلت له مستقبل كبير لما عن المنتخب الوطني المغربي ولا مع ناديه بارشونا سوف يكون له شاء في كرة القدم ان شاء الله. طبعا مستويات رائعة. اه في اتناش تقيقة الذي لاعبها. كما قلت يستلم كورا بكل ثقة ويتقدم الى الامان بكل ثقة. وهذا يعطي اتقال اللاعب اه في المباريات القادمة وهذا كل شيء ما لدينا. لا تنسى تشتركوا لك للفيديو. والى اللقاء.